اهلا وسهلا بكم في بداية كورس تعليمي جديد ان شاء الله ابتداء من هذه المحاضرة سنبدأ سلسلة جديدة من دورات أو من دروس تعليم برنامج الستريتر طبعا هذا البرنامج يعتبر البرنامج الرائد والبرنامج العملاق من برامج التصميم الكثير مننا سامع بهذا البرنامج ولكن قليلين من يستطيعون الابحار والتصميم في داخل هذا البرنامج الرهيب في البداية اسم هذا البرنامج هو أدوب الستريتر طبعا لابد ان نلفظ هذا البرنامج بشكل صحيح حتى نمتلك الثقافة الخاصة بالتصميم لو أجرينا إحصاء في العاملين على التصميم في مجال التصميم مثلا لو كان في منطقة معينة أو في بلد معين ألف شخص يعمل على التصميم لو سألنا هذا الألف انه كم واحد من عدكم يعرف العمل على برنامج الستريتر رح نلقى 750 من هذا الألف غير قادرين على العمل على برنامج الستريتر أي انهم فقط يستطيعون العمل على برنامج فوتوشوب لماذا؟ لأن الفوتوشوب يعتبر من البرامج البسيطة وسهلة التعلم ويستخدموها الهوات والمصممين أيضا أما الالستريتر يستخدموها المصممين فقط برنامج الستريتر هو من البرامج الرهيبة اللي من خلال هذا البرنامج نقدر نصنع الفيكتر أو الإي بي أس الفيكتر هو عبارة عن رسومات مصنوعة بواسطة خوارزميات أو معادلات رياضية تكون عالية الدقة وخفيفة الحجم طبعا رح ناخذ في البداية جولة بسيطة رح نتعرف من خلال هذه الجولة على الفروقات البسيطة والمتقدمة بداخل برنامج الستريتر وبرنامج فوتوشوب في البداية برنامج فوتوشوب تم إنشائه بعام 1990 أما برنامج أدوب الستريتر تم إنشاءه عام 1997 أي أن البرنامج الأول في مجال التصميم هو أدوب الستريتر طبعا عام 1996 تقريبا تم شراء هذا البرنامج من قبل شركة أدوب وأصبح من ضمن سلسلة برامجها وهذه السبلاش سكرين اللي هي أول واجهة لأول نسخة لبرنامج فوتوشوب وهذه هي أول واجهة لأول نسخة لبرنامج الستريتر هنا برنامج الستريتر يعتمد على الخوارزميات الرياضية أو المعادلات الرياضية في إنشاء الرسومات أما برنامج فوتوشوب يعتمد على النقاط والبيكسل وعندما يتم تصميم معين رح يلون هذه النقاط وبالتالي رح يصبح عندنا التصميم أما برنامج الستريتر فهو يعتمد على الفيكتور طبعا فيكتور بيست جرافك أي أن القاعدة الأساسية أو أساس عمل هذا البرنامج هو الفيكتور أما الفوتوشوب فهو يعتمد على البكسل طبعا برنامج فوتوشوب يتم العمل عليه من قبل الهوات أو الفنانين أرتست أما برنامج الستريتر يتم العمل عليه من خلال المصميمين وكما نوهنا في بداية هذه المحاضرة أغلب العاملين وبنسبة 99 إذا 100% هم من المصممين المحترفين طبعا هنا الشيء المهم والقوي وهو الفرق الشاسع ما بين البرنامجين وعلى أساسه تم إنشاء برنامج الستريتر اللي هو الشاربين أند كلير وهنا عدنا البلوراي أند ميسي طبعا هنا عدنا التصميم لو كبرناه بنسبة طبعا نفس التصميم هنا هنا لو كبرناه بنسبة 300% راح نلاحظ أن البرنامج راح يكون مشوه أما هنا لو كبرناه بنسبة 900% أي 3 أضعاف نسبة الفوتوشوب البرنامج راح يكون أو التصميم راح يكون واضح جدا عدنا من ضمن الاختيارات أو الفروقات الأرتبورد الأرتبورد هو نستطيع من خلال برنامج الستريتر نصنع أكثر من عمل بداخل بروجيكت أو بداخل مشروع العمل واحد أما بالفوتوشوب فقط مشروع واحد وعمل واحد بداخل هذا المشروع هنا برنامج الستريتر يعتمد على النقاط فقط أما هنا يعتمد على التحديد لكامل الطبقات طبعا هنا عدنا الليرز وطبعا هنا عدنا الصب ليرز برنامج فوتوشوب يعتمد على الليرز فقط أما برنامج الستريتر يعتمد على الليرز والصب ليرز في النسخ القديمة أقل أقدم من 2019 يعني ابتداء من 2019 تم عمل تغيير على برنامج فوتوشوب أما في النسخ السابقة كونترول زت تراجع خطوة واحدة وان ستوب أما هنا ملتي ستوب طبعا تتراجع أكثر من خطوة كونترول زت أما في النسخة الحديثة 2019 تم مساواة العمل مثل برامج التصميم الأخرى طبعا هنا ممكن نعمل التصاميم أو نصمم بالالستريتر بخارج لوحة العمل أما بالفوتوشوب لا يمكن التصميم خارج لوحة العمل التصميم فقط داخل العمل طبعا هنا فايل سيفينغ تايم أو السرعة في العمل هنا لدينا الالستريتر سريع وهنا لدينا الفوتوشوب بطيء باختصار هذه كانت أهم الفروقات بين برنامج الالستريتر وبرنامج فوتوشوب إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح نتوسع بشكل أعمق بهذه الفروقات نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى